حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجاته طلبوا منه زيادة النافقة ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم ما يزيد لهن قرر أن يهجرون شهرا ويجلس في حجرة صغيرة بعيدة عنهن فنزل آية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكونا وأسرحكونا صراحا جميل وإن كنتن تردن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيمة يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو يخيرهن فعضرة النبي ما زعائش في حد ولا ضرب حد ولا عنف حد من زوجاته لكن سبهم لفترة من الزمن وبعد نزول الآية خيرهم بين البقاء معه صلى الله عليه وسلم والفوز بالآخرة وبين إنه يطلقهن ويعيشه حياة الرغدة فكلهن اختاروا رفقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي والدار الآخرة بس الوقفة هنا وقفة في مسألة إيه؟ إزاي يطلب ومن هنا نتعلم من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا حسن معاملة الزوجات حسن معاملة الزوجة حتى وإنه أخطأت في تقديرها اللي ظهر في زوجة إيه ده؟ يعني أنت عايز تعلمنا الأمر بشقاي آه إزاي أنت تتلقى الطلب غير مناسب وإزاي الزوجة أو الزوج يطلب الطلب بشكل مناسب فإزا إحنا مش بنقول هنا وإزايك أنا حبيت أسمي المهارة دي مهارة إدارة الطلب إزاي الطرفين يتعاملوا مع الطلب إزاي أنا أتعامل إزا كان مطلوب مني مع الطلب إزا كان بطريقة غير مناسبة وإزاي كمان الطالب يطلب بطريقة غير مناسبة فحضرة النبي علمنا أن مستقبل الطلب يستقبله باللين والرفق وده أفضل بكتير من الشدة والقسوة وهنا نوضح حاجة مهمة جدا 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 أني